يعتبر الغرب الإفريقي من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخي إذ يشهد بصورة متزايدة أزمات أكثر تواتراً وشدة في غينيا كوناكري تتعاقب موجات الحر الشديدة يصاحبها انحسار الأمطار وتضاؤل مصادر المياه تسجيل أزيد من 42 درجة مئوية هنا في أبريل خلف قلقاً لدى المواطنين نعيش على وقع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية تم تسجيل كتل هوائية حارة تتحرك جنوباً وتؤثر على مختلف أرجاء غينيا مواسم المطر الجاهيدة الخمسة حتى الآن تسببت في نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية وخراب المحصيل أجبرت ملايين الأشخاص على مغادرة مناطقهم بحثاً عن الماء والكلأ في أماكن أخرى قضينا شهر رمضان في حرارة لا تطق كنصية معسيراً هذه الحرارة أظنها غير مسبقة التغير المناخي استنزف البلاد ولا نغفل هنا سلوكات الإنسان التي تذكي مظاهر الاحترار وتؤزم الوضع ويحذر الخبراء من خطورة التعرض المفرط لأشعة الشمس في ظل ارتفاع مسويات الرطوبة خصوصاً هنا بكوناكر الساحلية أكيد فالحرارة لها تداعية كثيرة على صحة الإنسان خصوصاً على الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات أمراض مزمنة فلذا يجب الحذر واتباع التدابير الوقائية اللازمة تأتي هذه المؤشرات لتؤكد مخاوف خبراء الأرصاد الجوية ووكالات الإغاثة الإنسانية من تفاقم معدلات الجفاف ما ينذر بتأزم الوضع في السنوات المقبلة من جهته دعا الأمين العام التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية إيغاد واركني جيبيهو إلى تعبئة دولية لمواجهة هذا الجفاف المتفاقم في المنطقة على غرار نقاط أخرى في أفريقيا لاحتواء الوضع وإنقاذ الأجيال القادمة